اشتركوا في القناة صحة وسعادة هذا البرنامج تطورات كثيرة في المحتوى وايضا انضافوا لنا في هذا البرنامج اشخاص يداد دخلوا معنا في هذا البرنامج قدموا الاضافة الكبيرة في هذا البرنامج في البداية يعني ابغي ارحب بميرا الاغفلي كانت معنا في التنسيق بعد انضمت لنا البرنامج عيسى سبيل يعني كان معظم اوقات السنة معانا في الاخرات شكرا لك يا عيسى شكرا لي ايمن سرحيل شكرا لنمر كان في بعض الحلقات معانا نمر محمد عبد ايضا ذكرني اذا نسيت حد ولا الصفار بعد كان معانا وميثة بنبيات هيح ليلة ميثة كانت معانا في حلقات كثيرة شكرا لكم كلكم على المجهود اللي بذلتو في هذا البرنامج ايضا يعني من ضمن الاشياء اللي استجدت في هذا البرنامج اضافة كبيرة كانت عندنا دكتورة نادا الملة صباح كلا بالخير دكتورة صباح كلا بالنور والسرور صباحكم خميس ونيس حقيقي نوع حقيقي لان وراء اجازة طويلة هي لا نحن نحن من اجز اجازة طويلة شهرين منوقف ان شاء الله ونرجع لكم بعد شهرين تقريبا شكرا لك دكتورة على اضافتك كبيرة لهذا البرنامج كذلك في رمضان يعني كانت الدكتورة بدرية الحرمي بعد كذلك موجودة معانا في البرنامج وعطتنا اضافات كثيرة وعطت البرنامج رأونا قاقر صباح كلا بالخير دكتورة صباحك النور والسرور محمود واختي نادا طبعا اليوم نورا عدنا الستوديو شكرا وصباح الخير على طاقم البرنامج كنهم ومثل ما قالت دكتورة نادا نزيل صباحكم خميس ونيس بما ان اليوم الحلقة الاخيرة نحن مناخذ اثنين افايزين معانا كل واحد يفوز بخمسمائة درهم فخلينا نطرح سؤال الحلقة اول شي دكتورة هل تؤثر سؤال الحلقة جائزته خمسمائة درهم بس اليوم الف درهم خمسمائة خمسمائة هل تؤثر صحة الاسنان واللثة على مرضى القلب الجواب الاول نعم لانها قد تكون مصدر البكتير والالتهابات ام رقم اثنين لا تؤثر على الاطلاق ام رقم ثلاثة فقط تؤثر الاسنان وليس اللثة على 4006 مع اسماءكم الثلاثية ويا حبايبي لا ترشوا عن الانستجرام لانا ما نقدر نسحب اسماءكم على الانستجرام فطرشوا على 4006 واللحاب يتصل على 600551414 إذن يعني نحن إن شاء الله مثل ما ذكرنا هذه الحلقة الختامية اللي لنا في هذا السيزن وهذا الموسم وإن شاء الله يا رب حلقة اليوم الأحد 27 أغسطس المقبل ما نرجع لكم عبر إذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي فشكرا لكم ونتمنى لكم بعد كذلك يعني عطلة سعيدة صيفية ما بقول عطلة نهاية تسبوع لها عطلة صيفية طويلة ومفيدة ومفيدة اللي بيقعد في الأبلاد بعد زين واللي بيسافر بعد إن شاء الله أن يستمتع فحياكم الله على الأرقام لذكرتها الدكتورة ندا بالنسبة للسؤال والسؤال للحلقة وبالنسبة أيضا للمشاركات اللي يبغي يشاركنا اليوم حقها مفتوعة أنها مواضيع معينة ما يطرحها بعد الفاصل بتعرفون عليها غششونها والشي اللي يجابها دكتورة إن زين هل تؤثر صحة الأسنان واللثة على المرضى القلب الجواب الأول النعم لأنها قد تكون مصد البكتير والالتهابات أو لا تؤثر على الأربعة صفر صفر ستة يلا حذفنا آخر إجابة إن زين صحة دبي تحدد ساعات العمل بمستشياتها ومراكزها الصحية خلال عطلة عيد الفطر فأعلنت الصحة عن مواعيد وساعات العمل بتكون يعني في قطاع الرعاية الصحية الأولية ساعات العمل مركزي البرشة وند الحمر على مدار الساعة بينما ستكون جميع المراكز الصحية مغلقة طيلة أيام العيد باستثناء مركز اللي سيلي الصحي بيكون مفتوح يوم الأربعة والخميس في حال صادف العيد يوم الأحد أيضا قطاع المستشفيات حد ساعات العمل في أقسام الطوارب المستشفيات الهيئة على مدار الساعة بيتم إغلاق العيادات التخصصية في كافة المستشفيات باستثناء عيادة طب الأسرة في مستشفى حتى واللي بتعمل من الساعة سبع ونص إليه ثمان ونص مساء طيلة أيام العيد كما ستكون مراكز تخصصية تابعة للهيئة مغلقة خلال فترة العيد مراكز تخصصية يعني هي مركز الثلاثين ودبي للسكر ومركز الإعلاج الطبيعي هذه المراكز تخصصية نتكلم عنها أيضا على تدارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي عن إغلاق جميع المراكز خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو في حال صادف العيد يوم الأحد أما إذا صادف العيد يوم الأثنين فإن جميع المراكز ستكون مغلقة خلال الفترة من 24 29 يونيو ويستنى في العمل يوم الأحد 2 يوليو باستثناء مركز المحيصنة اللي بيرجع للعمل يوم السبت 1 يوليو إذن كانت هذه بعض أو كل ساعات العمل عندنا طيب الحين أنا أبغي أسألكم بما أن عندنا ثلاث دقائق كل واحدة دقائق ونص تقول لي عن تجربتها في هذا البرنامج تجربتنا في البرنامج طبعا محمود تجربة الهوى تجربة مبسيطة ونواد ناس تخوف منها أن تطلع على الهوى لأنه ما فيه بثما نقول منتاج أو تعديل أي شي تقول لي يسمعون العالم كله ولكن تجربة الهوى نفسه تجربة تجربة جدا 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 جميلة طبعا تجربة الجميلة دائما تعتمد على الشخص اللي يكون سبقك في هذا البرنامج يعني أمدح بشكل غير مباشر محمود يعني لأنه موجود كان في البرنامج وهو أسس البرنامج وبناه تعوني أنت بشي تقولين والله تعوني أنت بشي تقولين والله تعوني أنت أحسيت من شي قلت محمود فأنت أسس البرنامج فلما أنا دخلت البرنامج كان البرنامج أردي مأسس بطريقة جدا جميلة بس يتمثل ما نقول بعض البحارات أنا أضفتها بعدين على البرنامج يعني الأساس كان جميل أنا وإن شاء الله أضفت بعد هذا لمسة جميلة أيضا أنا متأكدة أنا متأكدة أنت مبعي بتنكر بحارات لا بالأكس الصراحة بالنسبة لي كانت تجربة وايد حلوة في البداية كان فيه شوي التخوف أنه يعني لأول مرة ندخل تجربة تقديم برنامجها بس أذكر أول يوم قال لي محمود لا دكتورة خليش طبيعية وإحنا إن شاء الله موجودين يعني كان وايد وجودك كان وايد مهم في هذا البرنامج وفعلا أضفت لنا يعني مساعدتنا أننا نتكيف في الوضع هذا وشكرا لك أخي محمود وايد والحلو في برنامج صحة وسعادة أن الواحد يحس أنه قريب من المستمعين أو من الناس اللي يعني نتفاعلوا ياهم يسمعونا نسمعهم يعني هذا شيء وايد حلو ونفتقدكم خلال الشهرين نحن نحضر إن شاء الله مفاجهات كثيرة خلال الشهرين يعني العمل ما رح يوقف في البرنامج العمل مستمر ولكن نحضر مفاجهات أكبر صبحكم الله بصوت العصافير والخير والنور والسرور سر يا قلم وكتب من المدح ما طاب في الجزيل المدح يستاهلون أتقدم بالشكر الجزيل ويعرفان الدكتور الرائعة منال عمران تريا مدير قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي لإخلاصها تفانية في العمل ولجوزها الخيرة وتجيعها الدام للأطباء المتميزين وروحها الإيجابية وسعيها الحديث لإبراز الطاقات الشابة من الموظفين المبدعين من القلب شكرا دكتورة منال والله يحفظت يا فخرنا وقدوتنا نحن الشابات الطموحات وكل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك محمود دكتورة نادا شكرا على البرنامج جميل أيضا دكتورة بدرية والتقديم الرائع وإن شاء الله نشوفكم متلقين أكثر وأكثر شكرا لكم يسعد صباحكم خلاص عرفت الجواب زين يوم أننا عرفت الجواب طرشوا على أربعة صفر صفر ستة السؤال شو يقول دكتورة بدرية زين السؤال يقول هل تؤثر صحة الأسنان واللثة على مرضى القلب إحنا حدفنا لكم إجابة وتمت إجابتين أول وحدة نعم لأنها قد تكون مصدر البكترية والالتهابات اثنين لا تؤثر على الأطلاق كم فائز عندنا؟ فائزين كل واحد يفوز يفوز بخمسمائة درهم لأنا مستعيلة ما أقول خمسمائة درهم يعني ألف اليوم ألف إن شاء الله اليوم تستاهلون أحلى عيديا ألف مقسمة على ثنينة على ثنينة والإجابات على أربعة صفر صفر ستة فقط فقط من زين تقولين فقط من زين فاصل بعد الفاصل ما أرجع لكم إن شاء الله تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعي الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة طبعا نحن ندخل في الموضوع على طول الدكتورة لكن قبل لنتكلم عن هذا الموضوع دكتور بدري عطيني سؤال الحلقة شو يقول؟ نزين نعيد لكم سؤال حلقة هل تؤثر صحة الأسنان واللثة على مرضى القلب؟ إجابة رقم واحد نعم لأنها قد تكون مصدر البكتيريا والالتهابات اثنين لا تؤثر على الإطلاق الإجابة فقط على أربع صفر صفر ستة الرسالة النصية طيب رسالة النصية عندنا هنا دشنت هيئة الصحة بدبي مطلع عبريل الماضي مرحلة التشغيل الفعلي ومشروع الملف الطبي الإلكتروني الشامل طبعا لقد أخذتش تقريم بس شفتتش وديتي الورقة هناك عند عايشة أخذتنا عايشة العلي مدير مشروع سلامة اللي هو الملف الطبي صح رئيس فريق بناء فريق سلامة عموما هذا المشروع اللي يعدل أكبر من نوعه في المنطقة والمعتمد على آخر ما جاتت به التكنولوجيا الحديثة والوسائل الذكية التي توثق عملية التواصل قام بين المريض والطبيب طبعا الهيئة ممثلة في إدارة تقنية معلومات قامت بهذا المشروع وقالتنا نحن في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية ما ندخل الآن فكانت هناك العديد من الأعمال الخاصة بالمتابعة والتقييم المقرر لهذا المشروع خلينا نتكلم في البداية ما الذي يجري على مثل ما نقول من الأخبار على أرض الواقع بسم الله الرحمن الرحيم جربي من المايك سحبي سحبي عندك سحبي لا تحاتين طبعا اللي يجري حاليا نحن من تاريخ 28.5 بدأنا عملية التدريب اللي هي التدريب حق المرحلة الثانية طبعا المرحلة الثانية إن شاء الله سوف تنطلق في أغسطس وسوف تضم مستشفى حتى ومركز الدبيل السكري وجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية طبعا الحين بدنا حاليا حاليا تقريبا 1448 كلاس فتحنا للكادر الطبي والتمريضي والإداري تقريبا اللي حضروا للترينينج من تاريخ 28 اللي تاريخ 16 8 5689 موظف من هيئة صحة بدبي طيب أنتوا ليش مراكزين معايا أنا أنا مراكزين معاك لأن الآيباد بغي يطيح نزين نزين نبا نعرف شو الاستفادة الجمهور المتعاملين مع الهيئة من مشروع سلامة اللي حتى الهين طبعا هي الاستفادة أن أول شيء تم إنشاء ملف إلكتروني طبي موحد شامل للمريض اللي يضم كافة البيانات المتعلقة بالمريض بتاريخ الأسرة عمليات الجراحية التي عملها نتائج التحاليل المخبرية ثاني شيء الجمهور استوى عنده سهولة أنه يزور كل مركز صحي قبل كانت العملية شوي صعبة عشان ملف ينتقل من مركز أو من مستشفى الحين بما نحن خلصنا المرحلة الأولى اللي طبعا ضمت مستشفى راشد ومركز دبي الأمراض الجلدية وعيادات المطار وعيادة البرشة الصحي دكتورة ندى ومركز دبي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل فاستوى سهولة الانتقال المريض بين هاي الوحدات الموجودة ثاني شيء الجمهور أو المريض على وعي أكثر أنه الحين نقدر نضمن الرعاية الصحية متكاملة يعني الدكتور يقدر يشخص حالته ويقدر يشوف ملفه إذا كان هو مثلا زار مستشفى راشد وبيصير مركز البرشة فيقدر يشوف ملفه ويعرف تاريخه وطبعا هالأشياء الفوائد بعد على الطاقم الطبي بعد نعم في تنفيذ المشروع الطاقم الطبي طبعا أول شيء الدكتور جدا سعيد أن استوى الملف الإلكتروني ما في داعي أنه ينتظر لين الملف ما يوصل يقدر يشخص حالة المريض بشكل أسرع طبعا النظام له مميزات كبيرة بحيث أن الدكتور يقدر يشخص حالة المريض في خمس أربع دقائق لأنه موجود يعني الأشياء موجودة بس اللهم عملية الضغط بحيث تسجل هاي البيانات في مستندات المريض الخطوة الأهمة التي قامت في هيئة الصحة في دبي خاصة عند إطلاق مشروع سلامة هي تعزيز السياسات قبل طبعا كل وحدة تنظيمية مثل المستشفى راشد عندهم سياسة تختلف تماما عن مستشفى تختلف تماما عن مستشفى حتى فبإطلاق مشروع سلامة طبعا عززنا السياسات والتوجيهات بحيث تكون موحدة على جميع المراكز الطبي والمستشفيات التي تابع الهيئة الصحة عايشة طبعا مرحلة الأولى من سلامة هي كانت يعني أول انطلاق من سلامة كان فيها وايد عقبات أكيد شو أهم العقبات اللي وجهتكم في المرحلة الأولى اللي عملتولها مثل ما نقول خطة عشان تتعخطونها في المرحلة الثانية التحديات قصدت وفرص التحسين التحديات وفرص التحسين لا فضفوك يا محمود شكرا طبعا أول تحدي كان عندنا اللي هم الموظفين اللي موجودين في التسجيل طبعا نحن كنا حاطين في عيننا الاعتبار أن التدريب كان باللغة الإنجليزية لكن بعدين لاحظنا أن شوي كانت صعبة عليها صحيح صحيح فك خطة التحسين إن شاء الله في المرحلة الثانية بيتم عمل تدريب مخصص لهم باللغة العربية بحيث أنهم يعرفون مميزات البرنامج ويفهمون البرنامج بشكل أكبر حتى مدد التدريب أطول بعد سوئتوها الحين حق التسجيل نعم التدريب بيكون أكبر تقريبا نحن الحين فتحنا من 28.5 1448 كلاس موجود في معهد الإمارات هناك موجود بحيث أن الكادر الطبي التمريضي الإداري يأخذون التدريب تقريبا حاليا من موظفين الصحة 5689 موظف حضروا لين تاريخ 16 ثمانية طبعا هاي تحية أوشي الموظفين اللي حضروا التدريب الناس اللي ما تعرف أن نروح التدريب من وقتنا الخاص وهي الناس يروحون في المرحلة الأولى من وقتهم الخاص وحتى الحين فنروح للتدريب ويرجعون في العيادة مرة أخرى فهاي تحية للطاقم اللي لهم يعني هم حابين التغيير فعشان شيء ما يستخصروا من وقتهم الخاص يروحوا يتدربون أربع ساعات وأكثر عن مرة يعني تسجيل خمسة يام أعتقد في الأسبوع يتدربون نعم هاي على حسب المال صحيح نعم هاي تحية لهم وتقبل الدكاترة الحمد لله رب العالمين كان وايد حافز كبير لإنجاح المشروع الحمد لله أكيد اتفضل محمود خلصته هاي نخلصها سوالفنا زين عايشة أنا أريد أن أتكلم الحين عن المرحلة الثانية زين المرحلة الثانية منسويها مثل ما ذكرت على هذا الطاقم الكبير على هذا بالنسبة للمتعاملين شو الأشياء اللي أنتم حضرينها لهم هل تمتهيئة المتعاملين لهذا التغيير في الأماكن الأخرى أيضا شو اللي تطلبون من الناس أنهم يسوون أو يتعاونون فيه معاكم طبعا المتعاملين اللي كانوا يزورون المستشفيات أو المراكز الصحية في المرحلة الأولى تقريبا إحنا سوينا لهم توعية أنها بتكون في مرحلة ثانية عن طريق الإذاعة هم كانوا الأساس حقيقة في نجاح هذا المشروع يعني خلينا نتكلم كل الجهود كانت موجودة لكن الأساس كانوا الناس نعم الأساس كانوا الناس وطبعا نشكر لهم حسن ساعة صدرهم الصراحة وعطونا من وقتهم تم وينتظرون الأول المرة فاللي نحن من هذا المنبر الطيب طبعا مرة ثانية نقول أي مريض بيراجع عيادات أو مستشفى اللي هي في المراحل الثاني سواء مستشفى دبي أو مركز دبي للسكري أو المراكز الرعاية الصحية الأولية طبعا ضرورة إحضار بطاقة الهوية بطاقة التأمين إن وجدت بحيث أن نحن نحاول نسجلهم بس لمجرد تأكيد أن بياناتهم موجودة في السيستم هل بيستيرط بين سلامة وأبليكيشن صحتي في المرحلة الثانية؟ إن شاء الله هو في مشروع بيكون في ربط بين سلامة والبوابة الإلكترونية للمريض إن شاء الله بحيث أن هاي البوابة بتكون متواجدة إن شاء الله في المرحلة الثانية إن شاء الله ممتاز نحن قابلنا نختم معاك إذا في عندك كلمة أخيرة أو أنت تقولينها؟ أحب بس أن ننبه إن المرحلة الثانية إن شاء الله بتكون في أغسطس طبعا إحنا ذكرنا المستشفيات أو المراكز الصحية بس نتمنى من الجمهور أن يومي أول مرة يوني المركز أو المستشفى ضرورة إحضار الهوية الإماراتية يعني ضرورية جدا بالنسبة لنا للتأكيد على بياناتهم وبطاقة التأمين إذا كانت موجودة معها والبطاقة الصحية نعم البطاقة الصحية نزين أو رقم الملف يعني ممكن واحد يطلع منها نحن نعم دكتور بدريد ذكرينه بسؤال الحلقة نزين سؤال الحلقة يقول هل تؤثر صحة الأسنان واللثة على مرضى القلب؟ واحد نعم لأنها قد تكون مصدر البكتيريا والالتهابات اثنين لا تؤثر على الإطلاق الجواب يكون على الرسائل النصية فقط 4006 نحن نطلع فاصل بعد الفاصل ما نتكلم عن تحضيرات البطن حق العيد كيف الواحد يحضر البطن يا سلام ما بدنا الواحد يجمع له كل شيء لا فيه أمور معين الواحد لازم يهيئ نفسه بعد رمضان شوي شوي يدخل تدريجي لهذه المسائل ما نتعرف عليها مع دكتورة وفا عايش مدير ردارة التغذية السريرية لكن نحن شكرا لك عايشة شكرا لك شكرا لك نورتين اليوم شكرا لك مهندس وصحي مهندسين يقولون عنكم صح شكرا لك رئيس فريق بناء سلامة هلو الاسم شكرا لك يا عايشة ونهار كل عام وتبخير وعيدكم مبارك نطلع فاصل مستمعين بعد الفاصل ما نتواصل معكم تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرتين أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة اليوم الحلقة الختامية في هذا الموسم وإن شاء الله ما نرجع لكم على الموسم القادم في شهر أغسطس صح دكتورة إن شاء الله سبع وشهدين أغسطس نزيل خبريني سؤال الحلقة اليوم سؤال الحلقة ليه ما الدوري خليل بدري يلا خلي بدريل أنا أوراق يتعفو سؤال الحلقة يقول هل تؤثر صحة الأسنان واللثة على مرضى القلب واحد نعم لأنها قد تكون مصدر البكتيريا والالتهابات اثنين لا تؤثر على الإطلاق الجواب يكون على أربع صفر صفر ست الرسائل نصية فقط أهم شيء استعنست على فقط نزيل أهم شيء عموما نحن متعودين عقب في رمضان العيد عيد الفطر ندخل في دوامة الأكل السلامات السويت اللحوم قبل السويت من الصبح عيش ولحم وهريس وهريس مائدة يعني من الصبح لكن هذه الأمور تأثر على الجسم بشكل أو بآخر تأثيرات سلبية يعني الواحد يخلص لي صلاة الظهر إذا بعده على قيد الحياة خلاص غيبوا باب للمغربة هذه مسألة وايد مهمة لنا يجب أن ننتبه لها ونحن في نفس الوقت حتى ما نقدر أن نرفض مثل هذه تزعل عليك عمو خالو يقولك ليش ما تأكل نحن في الخاصة إذا صرت زردتهم يعني لازم تأكل من الفاعل معهم لازم تأكل من العيش والهريس مال كل بيت لازم تأكل شوية 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 من كل بيت وبس بوست كل بيت اليوم نحن نتعرف على السلوكيات السليمة السلوكيات الصحية مع ضيفتنا في السوديو دكتور وفا عايش مدير إدارة التغذية السريرية صبحت الله بالخير وكل عام انتي طيبة وانتو بخير يا ربي والأمة الإسلامية بخير وهيئتنا وهيئة الصحة بخير وموظفينها يا الله ينعاد عليكم يا محمود وانتو بأحلى حلة يعني بصحة وعافية الندى والبدرية يعني انبسطت بشوفتكم صباحة الشيخ الخير والسرور حبيبتي منور منور الصراحة الاشتديو اليوم شوف أنا ما حنزعلهم لكن أنا حعطيكم بعض التبس اللي هي بتخلي انه ممكن تراضوهم ولكن بيكون في عندك كونشوس يعني بيكون عندك خلينا اقول وعي قدرة على انك تتحكمي بكيف بعد صلاة الفجر زي وصلاة العيد بتمنى عليكم انكم تاخدوا التمر زي كأنه عمالنا نكسر سيامنا ناخد الحبتين تمر سوري من حبة إلا ثلاث حبات تمر وبعد ذلك نروح نقدي الصلاة نرجع ناخد الروب وأنا بفضل الروب اللي بالاكتيفيا ليه سببين السبب الأول لما أنا أخدت التمر بالضبط نفس فكرة لما أنا بكسر سيامي صحيح نبهت المخ ونبهت المعدة نبهت الدماغ الجسم حسن وفيه أكل جاي هيأتي هيأتي الجسم هاي واحد رحت قديت الصلاة وكان فيه طاقة معي رجعت أخدت الروب الروب ليش؟ الروب أولا إحنا اتفقنا أنه في أكثر من دراسة أثبتت أن الروب يعمل على إذابة شحوم المختزنة على البطن نتيجة وجود البروتين والكالسيوم بالذات قبل الوجبة فلما أنا أخذهم أنا عمالي بفعل أني أنا يكون فيه هضم للدهون رحت عند عمو خالول والده أو كل سنة هم بكل الأمهات أنا بشيخ خالول أي نعم 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 ما بجامل فباخد وأنا عارفة كم بأخذ الفكرة يا جماعة معظم الناس خلص إفطار فما بيأكلوا إلا وقت ما يجي يعني يروح مثلا يقوموا بالواجب أنه يهنوا وكذا فبصير الكعك وكذا أول كعك ما عندي مشكلة لكم تاخدوه على أنه تضمنوا التدرج في عملية أخذ الوجبة الرئيسية بمعنى خلوا وجبة الغداء أخروها قبل ما تقدرون لين العصر إن أخر وجبة الغداء لين العصر ليش؟ لأنه أنت عم تريد إساعد بالضبط عشان عملية الأيد والهضم تبدأ تتدرج وشوي شوي يعني مثلا أخذتها خمسة العصر بكرة أربعة اللي بعده ثلاث اللي بعده اثنين لغاية ما أوصل لمعدل غداكم الطبيعي التدرج هذا كتير بساعد على عدم التلبك المعوي اللي بيصير يعني معدد كموم استعدى أصان الأكل قبل بس يعني في العيد بالعاد يحطون الغداء على ثنتين ثنتين ونص طيب لما تكون عملتي التدرج اللي أنا حكيت عليه في البداية حاولي ما تأخذ الحلاوة الكعك لأنه بتعرفي أنت في ناس يعني حسب العادات والتقاليد في ناس بيروحوا بيقدموا الكعك أول والشوكلت وكده صحيح لا يريد ما ما عندي معنى أن أنا أخذهم ولكن أخليهم على جنب أخذ الغداء وأبدأ بالتدرج اللي نتكلم عنه دائما وأبدا السلطة لأنها موجودة يا جماعة أحلى في الموضوع السلطة بتكون مزيه المائدة بأشكال محمود اللي بالتفاح واللي بالشمندر أو بالصوصات وآخر هيش الناس بتفكر تاكلوا هي يتزول خمس بالخمس في ينقنقون في عقو ما يخلطون وجب الرئيسي لا يا جماعة خدوها في البداية في البداية حتى يا دكتورة بدرية يقدروا أنهم هما بعد هيك يقدر ياخدوا صحيح وبعدين الهريس مش ضروري الملاس يعني براضي خلوب صحيح يعني بالنسبة للسلطة مثل ما قلنا احنا دائما نحاول نسويها بطريقة متنوعة ونستخدم حاول نعملها صحية يعني خفف قد ما تقدر يدهون ولو أبعف الإيمان مثلا في ناس ما يحبون أنها تكون خالية ما في خالية خلي ليمون لأنه بفعل عملية الامتصاص زيت زيتون رائف أوميغا ثري وجميل وجيد الزيت زيتون الناس أسما تسأل نبغي نعرف شو أحسن شي للفطور أول الصبح في أول يوم العيد بفضل أنا دائما الحبوب عارفين اللي هي رقائق كورنفلكس أي نوع منهم رقائق الإفطار أو توست مع بيض مفور أو شرح الجبن زيت وزعتر أي شيء خفيف اللي هو لايت على المعدة ويريت يريت تكون الخبس اللي هو الكامل للحبوب لأنه فعلا بخليك تحس بالشبع فلما تنزل على الغداء إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع صحيح اخذوا البلاليت ولكن يريت الطبخ يكون بمعنى أنك لما تضيف عليه السكر ما يكون وايد ما تحط عليه دسم كتير والبيض يعني قد ما تقدر يحاول تعمليه يعني بأقل نسبة من الدهوم الزيت الزيت مناخذ بونده يا أهلا وسهلا هلا 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 بونده هلا بونده آخر حلقة ما يستوي ما تطلع معانا ما يستوي وأنا موجودة ما تطلع أزعل والله عليك صباحكم الله أبو الخير كله عمزه خير ما شاء الله الله يعودنا إن شاء الله على الجميع إن شاء الله آمين إن شاء الله عليكم أقول طال عمرك إذا كان حين قريب العيد يعني عقب العيد يعني يخربط الأكل ولا لا يلاحظ نفسه شوية يلاحظ نفسه شوية هو شوف يعني حرام إنه الإنسان الدورة المجانية اللي أخذناها يا بونده من رب العباد في هالشهر وعملنا تنقية لكل الجسم من الشوائب من خربها فالتدرس جميل ما علي لي مشكل إنك تاكل ولكن أطعم شوية 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 اللا الله بعمرك ضع الحريص الهريس حلو. الهريس حلو. لكن ما تاخذ من اللاس. والعرسية وهذا يعني. يا هريس يا عرسية. ما عندها مشكلة لكن لازم تقلل الكميات. الكميات هي. تكون وائد قليلة. وابعد لي هلا هلا عن السمن اللي موجود على الهريس. شلا برا اخذ من داخل. زي. زي. زاك الله خير يا بناده. نشكو. كل عام انت بخير. اكل. شكرا لك يا بناده. شكرا لك يا انت مسموح لك يا ضعيفة. مسموح. انا صراحة بفطر بلاليتك. بشرة نده. انا مسموح لي. بسموح لي بس من داخل. من داخل بس. بعدين نده ما شاء الله عليها. لا صارت تحسب. زي. يقول لك في عادة ان غدا يوم العيد يكون مالح. شو رايج دكت في روحة. والله يشوف المالح جميل. لكن في شوف يراعوا بس الناس اللي عندهم ضغط. ولكن المالح بالعكس هو يعني من الاشياء اللي فيها كلها اوميغا ثري وفوسفور باي دا وي. وملح بس وللعلم. ما لي. بس بتعرف الفوسفور اللي موجود في المالح قديش كميته يا نده. بيعود كتير من الجفاف اللي كان موجود عند مرضى من الناس طول الشهر. لانه هيضطروا كمان شروع ماي كتير. زي. قلت العيد انو بانيحتفل مانو با دايت. انا ما قلت دايت. الحمد لله. انا قاتلكم شوية شوية. نعطيها كورنفلكس اول يوم العيد. اللي بحب ياخذ السيرياز ما علم مشكلة. اللي ما يحب ياخذ اللي. يعني. انا ما احبه ولكن. الكمية يا جماعة. في ذلك عندهم عشق في. مع الروب. مع العسل. يا السلام. يا السلام. هذه المشروبات الدكتورة اللي الباودر ويتحطينه الماء. لا لا. انا هاده اصلا ما فيها فائدة صحية. هاي كلها سكرني. حتى في العيد دايت. لا ما قالت دايت. انا ما قالت. انا واحدة منها شوية شوية ويتدرجة بالضبط. اكلكم العادي ولكن بحساب الكميات. عشان مرزع لكم خالو. وبعدين تبقى تاكل بلاليت وهريس وبعدين تاخذ هاي المشروبات اللي فيها كلها شكر ليش. اخذ كمية اكبر من الهريس والبلاليت. وما تاخذ هالعصير. يعني شوية شوية من كل سفرة شوية 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 عشان ترضي كل الناس. سؤال الحلقة. سؤال الحلقة. هل تؤثر صحة الاسنان واللثة على مرضى القلب؟ الجواب الاول نعم. لانها قد تكون مصدر البكتيريا والالتهابات. ام الجواب الثاني لا تؤثر على 4006. استعي لو ترفيع اننا فائزة بنسحب على اسمين اليوم. خمسمائتي درهم. الحمد لله انت انت ما تقرر. لكنهم يقولون دكتورة ووفا غشيشينة. غشيشت وخلصت دكتورة. نحن باقي خمس دقائق على استقبال الاجوبة. ننزيل. اقول لكم شيء اللي بيطررش مسج اليوم بيتخلف معانا في السحب. اي مسج. يا سلام. محمود. محمود. حتى لو كان غلط. قلنا لكم محمود يوزق ايديه من الصبح. والاجابة السليمة شو؟ نعم. نعم لانها قد تكون مصدر للبكتيريا والالتهابات. بعد اعطاكم الجواب محمود. استاهلون. نحن الفكرة من الاسئلة هذه ان نحن نوصل معلومة توعوية للناس ان ينتبهون لهذه المعلومة لهذه الشغلة. ولكن اليوم عيسى اي حد بيطررش لنا مسج دخل معانا في السحب. بس اذكروا لنا الاسم الثلاثي. زين؟ راضين؟ استاهلون. نحصل الجايزة ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. طررش مسج. نزيد. نزيد. دكتورة. حين تكلمنا عن العزايم وتكلمنا عن الغداء. نزيد. بعدين شو نسوي؟ انا بهمني بهمني شغلتين. في ناس اللي هما عندهم الامراض زي السكر. هدول اللي كتير يحاسبوا. والناس اللي عندهم معدة حساسة. اللي عندهم ريفلكس. اللي عندهم حرق. اللي بيصير في عندهم حرق. ارتجاع المريء. اتمنى هدول يعني اكتر ناس باتمنى عليهم انهم ينتبهوا في عملية الاكل. انه الانسان يأكل مرة واحدة. يأكل اشياء دسمة بتعرف الكعي كله بالسمن. الاكلات كلها تسموا عليه في شعرات الحرية. هذا ينعكس سلبا على المعدة اللي كانت مرتاحة وعم تشتغل في هارموني خلينا نقول. تناغم. تناغم. هدول الناس اللي حيتأثروا كتير. فبرجاء ما يعني ما اعامل المعدة بقساوة. ولا اعامل الجهاز الهضمي. انه يلا عيد. عيد عليكم سعيد. علينا وعليك. وسخلي على المعدة والجسم خفيف لطيف صحي. صحي. لا. لانا ما أنا بتأدبكات المعاوية وناس عقبتي العيادة. مش بس هيك. الاطفال الناس اللي أنا كبار السن يا جماعة والاطفال. اكتر ناس بالحوامل طبعا. اكتر ناس حساسين. لان المعدة عندهم بكمية. بذات اللي اول مرة صاموا. اول سنة. هدول مجرد ما يبدأوا ياكلوا بتعرف الحلوة. شوكولت وكذا وعيدية. ايوية انتبهوا عليهم. اسهال حد. تلبك معدي. صحيح. مغص لا محدود. هذا كله ننتبه عليه ونراعي أولادنا. ما عليه لكن شوي شوي. نزيل. يقول المكملات الغذائية لتمارين كمال السام. شو راي الدكتورة فيها؟ مش احنا قلنا انو يكنا نعمل حلقة عليهم. ولكن انا مش مع الا اذا اضطريت. يعني عندك كمال اجسام حتى للفيفا. واذا بتدخل على الجوجل بتروح على قوانين الفيفا العالمية الان. مصادر البروتين يا جماعة من مصادر طبيعية. يعني دجاج لحم بيد. والله هذين يطمع على الاستاج مستحيل للمصادر طبيعية. لا لا عم بياخدوا باودر. بس الفيفا هلأ يعني اخصائي التغذية صار مطلوب اجباري تعيينه في اي فريق أولومبي. لازم يكون تحت اشرافهم. وحتى يكون عندهم. لانه اللي بيحصل انه مجرد ما يخلصوا المباراة. او يوقفوا المكملات الجسم بيصير زي البلون اللي فغتيها مرة واحدة. وبالتالي يؤذي الكبد والكلا والجسم. نزي. لثورة. نعم. تحيت. لازم. صحة صحة. نزي. في يوم العيد مرضى السكري او القلب او الضغط. يرجعوا ياخذون الأدوية مثل قبل رمضان او يمشون على نفس النظام مع رمضان. والله عندي دكتورتين هذا تخصصهم. انا شخصيا تغذية. يلا. طبعا مرضى الأمراض المزمنة نفس الشيء مثل ما كنا نقول قبل رمضان يراجع طبيب العائلة بعد قبل العيد لازم يراجع طبيبة. قبل العيد ولا في العيد. قبل العيد محمود. ليش. لأنه خلال الرمضان. هل أنتم ماخذين نجازة طول هذه الفترة. وين يروح. مدومين اليوم. هذو مدومين. لأن آخر يوم. بعدنا صامدوا. والبرشة مفتوحة 24 ساعة. صامد. وند الحمر مفتوحة 24 ساعة. ولكن ليش يجب معا شو اللي يسوي. مرضى الأمراض المزمنة خصوصا السكري. تفاعل الجسم مع الصيام يختلف مريض إلى آخر. في ناس يكونوا عندهم سكر جدا منتظم خلال الصيام. ففي فرصة تحسينية لتعني تضبيط بعض الأدوية. في ناس بتحب تأكل كل حاجة. بتحب تأكل كل حاجة. بالتالي تطلع من الصيام. ترى في مرضى السكر يطلع من الصيام. يكون السكر عنهم أسوأ مما دخلوا في الصيام لأنهم ما استفادوا. بالتالي هذا يحتاجون تضبيط. ليش. هل ليش ما نضبط لكم أدوية قبل العيد. لأن احنا نعرف شو ليستوي من خبرتي لأنها داوم في عيادة 24 ساعة. ناقص تيل عيادة. يوم العيد زعلانة. لأن تبقى تعايد وما تبقى تتعب. لحظة 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 لحظة. أبو ميرا طرش. الله يخليه يقول ما شاء الله. تكاتب محمود شا تسوي ما تمتم ولا تكبر. ولا إله إلا الله. هم شا ما تكبر. هم شا ما تكبر. ماك البلقر على السحور. وليه حي مبراهي ما نش من على الفراشة. الله يعينك. أنزين. وبتحسد محمود صعبة. شو عندك برامج بعد العيد عشان نتابع برنامجك. إن شاء الله أنا بعد العيد ما أخذي إجازة. خلوني في حافي. بسكر السناب شات محمود. لا شغال. دكتورة لو سمحتي عندي بنتي غالية عمرها تسع سنوات. بس الطول ما مبمناسب على الوزن والضعيفة. شو الحل؟ يعني مش طويلة أصدها صح؟ عليك بأكتر من شغل التمر يكون من ضمن الواجبات الرئيسية تبعتها. لأنه التمر بيساء فيه كل الأماين. صغار ما يحبون يأكلون تعمل. تعملوا على شكل كيك. تعملوا على شكل كيك. تعملوا على شكل الحين فيه حتى بحطوب العصير. المكسرات مثلا. المكسرات نوع تاني كمان. الفاصولية الخضرة كتير ممتازة. فيفضل الناس اللي انت بتحس طبعا النمو عند الأطفال بروتين أكتر. ولكن في بعض المعادنة التي تساعد على تحفيز عمل بروتين وتعطى العظم قدرة وقوة. من ضمنها زي ما حكيت التمر، الفاصولية الخضرة، المكسرات زي ما تفضلت الدكتورة والبروتينات. دكتور رفاه هذا بعد ما تكون بنت سوى التحالية تأكد أن هذا شيء طبيعي. ويا جماعة ترى الطول خصوصا وراثي. نحن وادي هنا أهل في العيادة الأم والأبو لا يوجد طول. ويقول لك بنتي قصيرة لأن الوراثة تلعب عامل. وحتى لو مثلا الأم والأبو طولهم عادي. العمه قصيرة، اليده قصيرة فيه فرصة. أحيانا يكون الطفل وزنه عادي، وزنه وطوله عادي. ولكن الأم تشوفها قصير، أو نحن دائما الأمات نشوفها هنا ضعاف، دائما نشوفها ما يأكلون. ولكن الطفل يأكل بشكل مدير. لا، إذا كانت كثير ضعيفة، لازم زي ما أنت قلت. لازم، طبيعا ممكن سبحان الله يكون فيه لا قدر الله فيه صحيح. خلل هرموني أو في ثلاث آخر. أول شيء نفحص، بعدين نقرر. زينا نحن نوقف استقبال الاسمس على سؤال الحلقة، لأن ما نسوي السحب، نترايا بس يخبرونا عن الفائز معنا. دكتورة، التمر أول الصبح، الواحد هو سعير يصلي العيد. لازم، والروب بعد، الروب بعد ما يرجع من الصلاة. صدقوني، هتلاحظوا في فرق هالعيد، إذا سويتوا هالحركتين، كتير أمور بتختلف معكم. ممتاز. ما ننسى الماء، لو سمارتوني ما يحب الروب، يقدر يستبدل بلبن يعني؟ حليب، حليب، لبن، أي شيء. واحد من الأشياء، أنت لما بسير الفائلة، طبعا لازم تكون فيها فواكه. نعم، الله. لازم تكون فيها فواكه. أنا بخطر أول شيء. فأنت عشان تجامل، ساعات الواحد يوصل، تأخذ كم حبة عنف، حطت سذف الصحن، وأنت ساير. لكن نصيحة، البيوت اللي يسوون سويت صح، هذه الأول شيء. آشان تضمن، أنت الدوقة قبل ما تشعر إليه. أنا هقول العكس، ما بيقول للمحمول، أنا هقول روحوا عند اللي عنده الفاكهة أول عشان لما تأخذوا البطن، حقي الشيء قبر. ما شاهدت؟ لا بسوف دائما الفاكهة قبل الأكل. قبل أي شيء أحد. قبل الوجبة الرئيسية. مش بعد يا جماعة. بتحسن عمل الكلة. صحيح. وبتخلي الإنسان يكون فيه. قبلها بكمة. يعني. يعني قبل عشر داية. ممتاز. نحن مثل ما قلنا. اثنين فايزين معانا. محمد يعقوب الحوسني أول فايز في 500 درهم من هيئة الصحة في دبي. من هو الثاني؟ طارق عبدالله عبدالعزيز. طارق عبدالله عبدالعزيز. عارفين انت قرين؟ خطك خط كاترة يا محمود. اتعور منكم. لا اكيد بنعرف نقرأ يعني. مبروك عليكم. طارق عبدالله عبدالعزيز ومحمد يعقوب الحوسني. عبدالعزيز. عبدالعزيز. انت شو؟ في وقت حق مكالمة تقول لك ميرا؟ ناخذ مكالمة. العيد عيد عادي. ناخذ. ما منزع الحلقة. بس ما يختصر. تفضل. ألو؟ السلام عليكم السلام. السلام. لانه عندي دقيقتين. دقيقتين. اذا كل الله خير انا ما اطول عليك. انت ابو غالي الكافي. انت ما تابعنا على الانستجرام بعد تفضل اخوي. دكتور ما في وقت الله يخليك. بس انا عندي سؤال بتعسر يا انا دكتورة ما افنمت. انا عندي البنت الله يسلمك. اه البنت اه تطول بس ضعيفة ضعيفة. اه عندها طول. اي اه اشعر. وكل مكان وديت منتشفية حكومية بوظابي العين. ولا يهمك طال عمران ولا ليش. اعطاه فيك تراجع البرش عندك ترادرية باي عيادة. ند الحمر. ند الحمر. اي مكان قريب عليك. واحنا فعلك طيبي بيعطوك السبليمنت ومنعطيك اياهم تاخدهم على فترة. اعطيني بس رقام بوغالية. اه ميرا خلي عندك. على اساس انه خلي الدكتورة تتواصل معنا. ان شاء الله. ونشوف كيف ممكن سعادة. عيوننا خاضرين. نحو وصلنا اخر حلقة. كل سنة انت طيبين. ده اخر حلقة سنة انت طيبين. وسامحونا عادة اذا ثقلنا عليكم على مدار السنة. ونتمنى لكم انتوا فيك شكرا لجي دكتورة وفي عايش. كل عام انتوا بخير. شكرا لجي. اجازة سعيدة وكل عام بعد. مشكورة. شكرا لك يا محمد. مشاكلة وايد. انا شوية شوية. وايضا اللي عنده اي اضافات ممكن انه يتواصل معانا عبر حسابات هيئة الصحابي دبي. دي اتش اي اندرسكور دبي. على طار الحسابات انا بغي اشكر اسمه الجناحي. اسمه الجناحي اللي كانت معانا. ما اسمعنا سلطة اليوم. اليوم لان الحلقة ما شاء الله سريعة وما عندنا وايد وقت. فكل الشكر اسمه كل الشكر للشباب في الاعداد. يوسف سعد. حسني البلاونة. نور نزال. خلني اشكرهم يا اخي. خلني اشكرهم. اخر حلقة. اخر حلقة. نزيل. نور نزال. بيعطيك عيدية. وايضا الشباب شي متناك. او حتى المنسقين اللي كانوا معانا. اشواق مسعد كانت فترة معانا. كل الشكر لكم. ان شاء الله ما نسيت حد. ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة. بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بابطيك اشتركوا في القناة. بابطيك ومشحه اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة